في تدبره هدايا عشتها في كل آية شهده في روض روحي لم أذوق شهدا مثيلا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وبعد أيها الأحبة المباركون وقفتنا في هذه اللحظات هي من خلال التأمر في آية من كتاب الله تبارك وتعالى من سورة الأعراف هذه الآية المباركة هي مفتاح السعادة في الحياة الدنيا هي مفتاح نزول الخيرات هي مفتاح تتالي البركات هي باب كل خير من متاع هذه الحياة الدنيا سواء أكان ذلك على مستوى الأفراد أو كان ذلك على مستوى الجماعات اسمع إلى ربك تبارك وعز وجل وهو يقول وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ إن الله تبارك وتعالى من خلال هذه الآية الواحدة يعطينا أمران بهما ما ذكرت سابقا من الخير والعز والتمكين والسعادة ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا الإيمان والتقوى الإيمان الذي هو التصديق في أصله أن يؤمن الإنسان بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا أن يكون الإنسان مؤمنا حقيقة بأركان الإيمان التي شرعها الله تبارك وتعالى وأوجب على المؤمن أن يؤمن بها الإيمان ثم التقوى التقوى التي هي متعلقة بجانب الأفعال لاحظ الباب الأول باب الإيمان أمر يتعلق بجانب الباطن بجانب القلب أن يملأ القلب بالإيمان بالتصديق الجانب الآخر جانب العمل وهو جانب التقوى أن يكون الإنسان في جوارحه متقيا لله تبارك وتعالى يعني جاعلا بينه وبين عذاب الله تبارك وتعالى وقايا بفعل أوامره والابتعاد عن نواهيه إن تم ذلك والله لا يفتحن الله تبارك وتعالى على هذه القرى على هؤلاء الناس بركات جمع بركة وهي الخير الكثير الذي يثبت ويستدين بركات من السماء والأرض فتفتح الأرض لتخرج ثمارها وتفتح السماء لينزل ماءها فيعم الخير في هذه المعمورة على هؤلاء أصحاب القرى قد يقول قائل فما لنا نرى أناسا كذبوا ولم يتقوا ومع ذلك يعيشون زهرة الحياة الدنيا إنه الاستدراج يا معاشر المؤمنين إنه الاستدراج الذي يريده الله تبارك وتعالى بقوم أو بفرد ليزداد في غيه وضلاله فإذا أخذه الله تبارك وتعالى أخذ عزيز مقتدر قال الله فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فريحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة سمعت عبد الله تلك سنة الله تبارك وتعالى إذا نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء الله عز وجل يعطيهم من زهرة الحياة الدنيا ومن خيراتها ثم بعد ذلك يأخذهم سبحانه وعز وجل أخذ عزيز مقتدر اعمل ولو كان هذا على مستواك أنت كفرد أو مستواك أنت كمرأة ثم تأمل بعد ذلك أنواع الخيرات والبركات التي سيمدك بها رب الأرض والسماوات وفقنا الله وإياكم لكل خير والحمد لله رب العالمين في تدبره هدايا عشتها في كل آية شهده في روض روحي لم أذوق شهدا مثيلا شهده في روض روحي اشتركوا في القناة